افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا رمضانه ونور فوانيسوا يا حلوة التين والأمر التين وكياس النقل وقراطيسوا بعد الفتر دغري نحلي بكنفت وقطيف وتملي وكل يوم افرحنا تزين مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يارب تكونوا جميعا بألف خير زي ما احنا متعاوضين بحاول كل يوم نزل لكم وصفة بالليل الحلوة طبعا بتاع رمضان عايز اقول لكم بجد بحبكم في الله النهاردة بقى هنعمل البقلاوة هعمل اربع صواني في صاج واحد واربع اطعمة هتشوفوا معي بجد بجد وصفة حلوة جدا وسهلة جدا وبدل ما كل شوية نعمل سنية بنوع لا احنا هنجمع كله في سنية واحدة وهنعمل مية كتعة جلاش تمام اول حاجة طبعا معي لفة الجلاش بصي هتي انضف نوع ومعي بقى آآ سمنا بلدي وبعد كده بقى كل راق بينه وبين التاني هلازم كده تدهني بالفرشة لازم تمام لازم الفرشة دي تكون متواجدة عندك الفرشة دي الخيصة ومش غالية بس بصراحة يعني هتنفعل جدا في كل حاجة المهم خلاص بقى انت بتعدي الجلاش وبتقسميه بالزبط يعني مثلا لو عشرين كتعة وبتقسمي عشرة وعشرة المهم ما تبدأي بقى ان انت تحطي كتعة وكتعة حتى لو انتو يعني زي ما شفتوني كان فيه واحدة مقطوع عادي جدا مش هتوقفنا خالص هنحط دي قصد دي عادي خالص وبعد كده آآ هتبدأي بقى تحطي لحد ما توصلي للوسط زي ما انتو شايفين ما شاء الله لا حاولها لقوة الا بالله دي مقطوع هنعمل فيها ايه مش هرميها خالص انا عايز اقول لكم يعني الجلاش بجد يعني من الحاجة الجميلة قوي اللي احنا اصلا كلنا بنحبها بقلاوة يا جماعة بجد يعني بتدوب كده في البقى وكمان لما بتكون مقرمشة كمان بتبقى تحفة وعايز اقول لكم حاجة طبعا السيرب معاكم بارح واول آآ لكل كباية من السكر كباية ونص من المية تمام؟ الموضوع سهل خالص حاولي تعمليه اول حاجة وتسبيه واول ما يغلي هنضيف نص للمونة ونطفي عليه بعد كم ديئة كده وخلاص كده استيرب بتاعي جاهز وسبيه يبرد وبدأي بقى ننسي ايه زباطي الثانية بتاعتك بتاعت البقلاوة واول حاجة بقى هنعملها بعد من رسط الطبع الاولانية هنقسمها نصين بالطول والعرض كده اربعة اربعة تمام؟ وبعد كده بقى هنبدأ نعمل الحشوات مع بعض اول حاجة معي جوز هند واي مكسرات عندك بقى زبيب وسوداني وجوز هند حطيت بقى كل كده الحشو اللي انا عايزها في المربع اللي انا مقطعه وتاني حاجة حطيت لوز تمام؟ وبعد كده بقى حاجة بجد يعني انا طلعت في دماغي رحت عمليها آآ مهلبية اوماردين بجد طلعت طحفة جدا بجد يا جماعة حلوة قوي حاولي تبتكري حاولي تجددي حاولي تخترعي كده حاجة هتطلع جميلة والربع الاخير حطيت مهلبية عادي جدا اللي هي باللبن وكريم جونتي بس كده ودول الاربع وصفات بتوعي بجد طحفة جدا ما شاء الله جميلة جميلة لازم تجربوها وبعد كده طبعا ضفت بقى آآ او الراء وبعد كده السمنة وهبدأ التاني التالة الرابع لحد مخلص كل الراءات بتاعتي وكمان وانت شغالة لازم تبدأ ان انت تولع الفرن بتاعك على درجة حرارة 180 بالشكل بقى انتوا شايفينه ده تبدأ ان انت تروس دي كده اهي عادي مقطوع مني عادي جدا هحطها وزي الفل والجلاش طبعا بيحب السمنة فلازم تحطي له سمنة عشان يبقى طاري كده ومقرمش من فوق لازم يعني ادي له حقه كده في السمنة بس كده تمام بجد احلى صنات بقلابة ممكن تكليها وفي نفس القطعة اللي انا قطعها همشي عليها طول وعرض زي ما انتوا شايفين كده خلاص ما شاء الله هقطع بقى الاربع ثواني بتوعي هيجي بقى ايه يعني سنبكسة كده زي ما انتوا شايفين هبدأ اقطع بالطول وبعد كده بقى هقطعه قطعة صغيرة دي طبعا امر الدين عايزة اقولكوا اطلع واهم جدا طبعا هنعمل امر الدين ازاي عادي امر الدين الطبيعي العادي اللي احنا عملينه مبارح مع بعض هنسياحه على النار او نحطه في مياه وبعد كده هناخده على النار ونحط بقى معلقتين نشا وهيربط معي من غير سكر خالص وهنعمل كده برضو في اللبن هنضيف اللبن ونضيف النشا ويربط معي وهعمل برضو نفس اللي انا عملته في امر الدين ماينفعش نحط سكر عشان احنا كده كده هنسقيه سيروب تمام بس كده وهبدأ بقى تالت واحدة معي عايز اقولكوا بجد حلوة قوي ان انت تعملي كل حاجة في صنية واحدة وتخلاصي بقى كده واخر واحدة بقى هقطعها كده سنبكسات قطعتها نصين سنبكسات كده كبيرة شوية بس كده حلوة قوي بس زي الفل وادخلها بقى على درجة حرارة مية وتمانين هتوعد قدية صورة بالزبط تلت ساعة عايز اقولكوا بجد البقلاوة كانت يعني ريحتها تحفة جدا بصوا مشاء الله مورقة وجميلة واخر حاجة معي معلقتين كده من السمنة البلدي غرقت كده الصينية بتاعتي عشان تطلع كده ايه مقرمشة من فوق وطرية من تحت بس كده تمام قوي بصوا مشاء الله طحفة جدا يلا قومي بقى وتشجعي يلا وقومي عملي بقى البقلاوة الجميلة دي بلفة جلاش واحدة هتعملي مية كتعة جلاش بس كده خلاص الفرن بقى شكلها شاهي جدا وهطلعها عن رخامة مشاء الله احمرته بقى الجميلة بصوا بقى حطوا لايك بس كده تمام طبعا هجيب بقى طبق واحاول ان انا اقدمها بس طبعا لازم تسقي طبعا تسقيها وهي سخنة السيرب بتاعك يكون بارد والجلاش بتاعك يكون سخن تمام؟ او العكس يعني براحتك بس ما ينفعش الاتنين يكونوا سخنين بس كده تمام بصوا بجد بجد راحتها تحفة جدا السيرب بتاعي مزبوط ولا تسكر ولا اي حاجة عشان ماشي بمعيار اه كوباية سكر قدامها كوباية ونص من المية تمام؟ بس كده تمام قلت امشي بقى على القطع كده لقيتها بصراحة ما شاء الله متقطعها وجميلة المهم انت بقى ممكن تمشي عليها كده وتبدأ ان انت بقى تطلعي بجد تحفة جدا بجد تحفة 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 بصوا بجد رهيبة ما شاء الله تحفة لازم تجربوا الوصفة دي هتعجبكوا اوي 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 ومين اصلا ما بيحبش البقلاوة كان فيه طنت جارتنا بجد كان بتاع تقولي انت بقلاوة والله العظيم كانت تقولي انت بقلاوة الله يمسيها بالخير يا رب بس كده تمام عايز اقول لكم بجد بجد راحتها تحفة واللوز طبعا وامر الدين والمهلبية طحفة ما شاء الله لا بالله يلا بقى عايزك تقومي وتتشجعي وتعمليه بقى حاجة حلوة لولادك لزيوفك بصوا ما شاء الله عاملت معي كم كتعة بقلاوة طحفة 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 ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله يلا بقى برعاية الله ويا رب يكون الفيديو نال إعجابك ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحبكم يا أحلى أخوات في الدنيا اشتركوا في القناة